اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا بتعتذر للمنتخب المغربي والشعب المغربي والمملاك المغربية بشكل عام قال لكم نص الخبر حرصت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على إصدار بيان اعتذار للسلطات المغربية ومسؤولي الاتحاد المغربي وجماهير أسود الأطلاصي عن الخطأ الغير مقصود الذي حدث بظهور عالم غير معترف بي على موقع تسكرتي الإلكتروني والمخصص لشراء المشجعين تذاكر حضور مباريات الكان وجاء نص البيان كالتالي تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بخالص الاعتذار للسلطات المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم وجماهير كرة القدم المغربية عن الخطأ غير المقصود بظهور عالم غير معترف به والذي ظهر على موقع تسكرتي الإلكتروني وأحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة وتؤكد اللجنة المنظمة للبطولة على كامل احترامها للأشقاء المغربة ومملكة المغرب الشقيقة وسيادتها الوطنية ورمزها الوطني وأن اللجنة على ثقة أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العلاقة بين الهيئات الإراضية في كل البلدين أو في كل البلدين وجماهير وهم العارقة ده نص الخبر خطأ غير مقصود تماماً وكل الاحترام والتأدير لأن المكان المغربية طبعاً يعني كلنا إخوات في الأول وفي الآخر أكيد خطأ غير مقصود بالمرة عشان كده كان فيه اعتزار عام وشامل ترجمة نانسي قنقر